هذي واحد سمع عيسى قاسم من هنا من البحرين طبعا اتصلت به قناة العالم قناة الولي الفقيه قناة ايرانية وقدمت باسم مهدي البحراني اتصلت لفوني ها والمذيع سلمت عليه مهدي شلونك موريش قالت له بنحط كلامه سؤاله له وبتسمعون جوابه سمعوا جوابه شكثر يتجاوز على الذات الملكية وهدد الملك من اذاعة الولي الفقيه من اذاعة الايراني من اذاعة الصفوي من اذاعة من تلفزيون قصدي الخيانة ولين قالوا لك هاين انتوا ربعك وترضون ستسقط يختم عبارته بعبارة قبيحة وبقول قبيح نقول يقول ستسقط يا حمد هذه مهدي البحراني الله اعلم اسمه مو باسمه لكنه واحد من الجماعة من الانقلابيين صوته بتسمعونه ديفيد كاميرون قال حطوا صورهم احنا بنحط صوت وصورة ديفيد كاميرون في القرن الثالث عشر ديمقراطيه يقول حطوا صورهم يودوهم لأنهم يرتكبون العنف سيد مهدي البحراني كنشطاء ميدانيين كيف ستتصرفون حيال قرار وزارة الداخلية بمنع منعا نهائيا للمسيرات للتجمعات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك وعلى ضيوفك الكرام أهلا بك السلام الكريمة الرد هو كأن لم يكن كلام الرجل لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد كلام الرجل يهم قبيلته والتي تريد الصيانة والحفاظ على مقعد طارية الرفاع حمد الصاقط هذا الكلام لا يعني الثوار الثوار مستمرون في ثورتهم ولكن هناك من يقول أنكم بعدم اعطاء بالا إذا صح التعبير لقرار وزارة الداخلية ترمون أنفسكم بالتهلكة عندما تلجأون إلى الاستمرار والإصرار في تسير هذه التجمعات والمسيرات التي تعتبر غير مرخصة قانونا نحن علينا أداء التكليف وكلمات القائم نفس إلى التهلكة وهذه لا تندرج في قاموس الثوار نحن نؤدي التكليف والنتاج بيد الله عز وجل ما قاله وزير الداخلية هو ليس إلا واجهة إعلامية لطاغية الرفاع المسؤول عن هذا الكلام هو حمد لا نتكلم عن وزير الداخلية ولا نوجه كلامنا ولا خطابنا لهذا النكرة نوجه خطابنا لحمد وندكره ونكرر له القول الذي يقوله الثوار ليليا ويوميا في البحرين ستسقط ستسقط يا حمد في عدد أيام طبعا أنتوا لاحظتوا عزائي أن السابق مهدي قال ستسقط يا حمد وقال كلام هذا ما يهمني تمنيت أن هذا المسوي وهو يسمعه وهو قيادي في الوفاق وكان نائب سابق يعترف إذن بالمؤسسة في البحرين والمؤسسة التشريعية من أهم المؤسسات وكان عضو فيه تمنيت أن يقول هذه ألفاظنا يا مهدي لا تقول هاي الكلام ولكنه سكت ويليتها بس ساكت يا جماعة الخير يا ليتها ساكت وبالعل صاني لا ما تشاف هادي علي مهدي يقوم هادي شابهت لسماء يقوم هادي ويعلي بعد يعني أنت قائد أنت نائب أنت قيادي أنت أنت مسؤول عن حقوق الإنسان الحين أنا أبسألك أنت أنت هادي أنا أبا راجع اسمي هادي لما أنا أقول لك تسقط هادي مو من حقوق الإنسان أنك أنت تأخذ عليه نقطة لا تقولي لا تقول يسقط لأن التسقيط أن تتمس بشخصي وتعتدي على حق من حقوقي طيب هذي قال عن الملك ستسقط يا حمد في يوم من الأيام وستسقط مرتين قالها ما تقول لنا هذي حتى مع حقوق الإنسان تتعارض كذا ورغم القيادي يقود واحد من الشارع مهدي البحراني هذي ما ندري هو مين يقودك ويخليك تعلي وبسمعكم أعزائي بسمعكم يا مشاهدين يا كرام شنون لما شاف هذا الرجل انفعل انفعل وهي تالية يبقى يا القيادي طب ويش أنت قيادي بسمعكم عقب ما خلص مهدي البحراني وقال ستسقط واللي سمعتوه تنتقل المذيع وتسأل هادي المسوي سؤال ما بسمعكم السؤال بس بسمعكم العبارة اللي يقول فيه هذه السلطة سلطة تمارس الجريمة ويكمل سمعوا العبارة يا جماعة وبعدين بارجع حتها بقصي هذه السلطة سلطة تمارس الجريمة سلطة تمارس التميين سلطة تمارس التعذيب خارجة على القانون سمعتوها هذه السلطة سلطة تمارس الجريمة سلطة تمارس التميين سلطة تمارس التعذيب خارجة على القانون خارجة على القانون حاكمه قال سلطة تمارس الجريمة سلطة تمارس الجريمة بحاكم عقب قال خارجة على القانون بسمعكم يا مرة ثانية بسمعكم هذا العضو والنائب السابق القيادي اللي جره واحد من الشارع وخلاه يعلي الصوت هذي بوتر بعد يود الانقلاب يقوده إلى الدوار وانت يا هادي ورا مهدي بس هذا احنا ما نخلص هادي ومهدي ودي بش وراه انت القيادة انت اللي ترده سمعني يا مرة ثانية مع المشاهدين يا أخوي وهو يقول هذه السلطة سلطة تمارس الجريم وخارجها على القانون خل الناس تفهم المصطلحات اللغة الخطاب حطة حطة من فضلك هذه السلطة سلطة تمارس الجريم سلطة تمارس التميز سلطة تمارس التعذيب خارجة على القانون هذه لغتهم هذه اسلوبهم هذه طريقتهم يستفزون المشاعر الأخرى وبعدين يقولون لا توقفون مسيراتنا ولا توقفون تجمعاتنا يا أخي اختاروا ألفاظكم لمسيراتكم اختاروا لغتكم وخطابكم لتجمعاتكم ليش تستفزون المكونات الشعبية الأخرى الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب من مقيمين من أخوان عرب وغير عرب معانا تستفزونهم كم من رحنا يبنالكم وانتوا تقولون هاي الكلمة البغيظة مجنس كلمة الثانية وقلتوا مجنس ما تمت فضائية ما قلتوا فيها هذه إلا مجنس هذه مجنس واحد يختلف معاكم في الرأي وهو بحريني ابن بحريني من جد بحريني قلتوا له مجنس لغتكم تستفز لغتكم استفزت لغتكم تطاولت على الملك الله يحافظه على رئيس الوزراء الله يسلمه على ولي العهد الأمين على البشر على الناس على المواطنين لمدة يمكن أن غلاط ساعة تقول ستة تشر طبعا انتوا عارفين انها لمدة عشرين شهر وخمسة عشر يوم ستمائة وخمسة عشر يوم حتى صدر القرار وهذه ما صارت في أي ديرة ولا في أي بلد من البلدان إلا في البحرين بتسامحها إلا في البحرين بقلبها الكبير وبقلب قائدها الرائد الملك حمد الله يحافظه صارت البحرين وتقبلت كل هالإساعات لكن لكل شي حد ولكل شي حدود عاد انتوا تعرفون حدودكم توقفون عند حدكم عيس وانا قول مرمرتوا شعب البحرين غربلتوا نرقض على مليلة ونقوم على مليلة نرقض على مظاهرة حارق ونقوم على مظاهرة يعني تكسر ونقوم على مظاهرة مولوتوف بسني تابون الصج باسم شعب البحرين انتوا كلها تقولون باسم شعب البحرين باسم شعب البحرين وانا اعرف شعب البحرين والتقي بشعب البحرين اقول ان هذا مطلب قديم من اشهر اقاف المسيرات والتجمعات الخارجة عن القانون العنفية عنف لفظي وعنف عملي شكرا يا حكومة مملكة البحرين على القرار وحط لي فاصل